عندنا في مصر بش مهندس حوالي 15 ألف لعب ومطور وهاوي عندنا عدد كبير جدا من المطورين للبرامج الخاصة بالألعاب الإلكترونية حابين نتعرف أكتر عن هذا العالم داخل مصر عالم الألعاب الرياضية الإلكترونية وصلنا فيه الحد فين؟ طيب خلينا نفرق ما بين اللاعب والمطور اللاعب أي حد بيلعب ألعاب الإلكترونية احنا العدد عندنا في مصر ممكن في بعض التقديرات بنقول فيه 40 مليون لعب للألعاب الإلكترونية في مصر وعلى مستوى العالم 3 مليار ومتوسط سن لعب الألعاب الإلكترونية 31 سنة فهي علشان الصورة الزهنية أن هي للأطفال لا هي كل كل الأعمار فلما يحرك مشكون المتوسط 31 فاحنا بنتكلم من الفوق الأقل فاحنا عندنا في مصر نقدر نقول عندنا 40 مليون عندنا مجموعة من المطورين هذا موضوع تاني المطورين في شركات صغيرة ومتوسطة بتحاول أنها تعمل ألعاب إلكترونية مصرية وتصدر هذه الألعاب علشان تبتدي تبقى جايبة جزء من صدرات مصر الرقمية اللي احنا بنتكلم عنها لكن احنا لو قلنا أن صدرات مصر الرقمية مثلا حاجة في حدود 6 و 2 من 10 مليار دولار فالصدرات من الألعاب الإلكترونية في مصر في حدود 170 مليون دولار فقط فهي في حدود مثلا 2.5-3% من الصدرات ما زالت نسبة قليلة وازالك محتاجين أننا نشتغل عليها لأنها فرصة كبيرة جدا فرصة كبيرة من أننا عندنا شباب كتير مطور وعندنا شباب كتير بيلعب وعندنا المنطقة العربية مفهاش يعني الألعاب الإلكترونية ذات الهوية العربية يعني كل الألعاب الإلكترونية أغلبها بتبقى جاية من أوروبا من أمريكا من الفار إيست برضو مجموعة كبيرة من الألعاب فدي برضو تخش بقى في مناطق تانية فيه ممكن تغيير في الثقافات شوية قيم يعني قصص تانية قيم ممكن في بعض الأوقات كده الألعاب بتبقى فيها حاجات مش مناسبة للأطفال وعرف حركة تانية من السن بتاع الطفل وتعريف الطفل في الدول المختلفة بيبقى مختلف يعني إحنا عندنا مثلا لغاية 18 سنة لا أمهم ممكن لغاية 13 سنة ويسمحونه بحاجات في أمريكا وأوروبا طبع طبع غير الحاجات اللي عندنا العداد بتاعتنا فبتختلف كثيرا يعني فإحنا اللي محتاجين نشتغل عليه نحن نشتغل على تطوير الصناعة وده بقى غير الشق بتاع الألعاب والمسابقات اللي بيعملها الاتحاد وطبعا الاتحاد المصري وفيه الاتحاد أفريقي وفيه الاتحاد دولي للألعاب الإلكترونية ومجموعة كبيرة من المسابقات